نكمل مع بعض القسم الثالث والأخير من حروف الهيرجان العربي نسميه تحويرات الضم لأننا بنضم حرفين من حروف الهيرجان البعض وتصبح حرف واحد عندنا هنا حرف كي جامعة حرف ي صارو حرف واحد الطريقة عندنا صف اي او صوت اي الحروف كي شي شي ني هي ني ري وايضا تحويرات الإضافة الخاصة بيها جي جي بي بي هذه الحروف في صف اي بستثناء طبعا حرف اي نضمها لحروف عامود يا يا يو يو وتصبح حرف واحد وتصبح حرف واحد إذن عندنا صف اي مع عامود يا نضمها البعض يعني كل حرف منها نضم علي حرف من حروف العامود يا وتصبح حرف واحد وعندنا هنا الجدول كامل بكل الحروف في تحويرات الضم نبدأ من هنا الحرف كي مع الحرف يا نضمهم لبعض يصيروا كيا كيا عندنا ملاحظة في كتابة تحويرات الضم الحروف يا يو يو تصبح أصغر من الحرف التي يعني نكتبها أصغر في الحجم وتكون لاصقة مثل ما أنتم لاحظين لاصقة في الحرف اللي قبلها أصغر في الكتابة وملاصقة للحرف الذي قبلها طيب كيا كيا كي زائد يو كو كي زائد يو كيو كيا كيو كيا كيا كيو 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 كيا كيو 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 ملاحظين هنا إيش قلنا؟ ما قلنا الشيا في الحرف شي ما في صوت حرف الواي حرف الواي الإنجليزية ما في صوته ما نقول شيا لا شو 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 شا شو شو وأيضا في الحرف جي جا جو جا ما ننطق صوت حرف الواي جا جو جا جا جو جا جا جو جا نكررها شا شو شو جا جو جا الصف الثالث حرف تشي جا جا برضو في حرف تشي ما ننطق صوت حرف الواي جا وليس تشيا جا 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 yeah超око جا كور تو جا جو شو مكرب شو كورo جا جو جا تشي ما ننطق صوت حرف ني نيا noon new new York إذن رجعنا صوت حرف الواي الحروف اللي ما ننطق فيها صوت حرف الواي هي فقط باقي الحروف في تحويرات الضم ننطق صوت حرف الواي نيو 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 نياذب الحرف في ايه هي هو خيو هيو 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 بيو 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 ب بيا بيو بيو piya piu piyo mia 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 مكرر mia 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 آخر صرف حرف ria riu ria riu riu ria riu 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 هادي الكلمان يقولها قاككو لو ملاحظين ما نطقنا تسو ما قلنا قاككو 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 معناها مدرسة المثال الثاني اتكي مص اتكي مص اتكي مص شددنا حرف الت اتكي مص اتكي مص معناها الى اللقاء يقولها الشخص الخارج من المنزل المثال الثالث كسة كسة معناها مقهى لو ملاحظين شددنا حرف الس قاككو اتكي مص كسة عندنا في اللغة اليابانية في ميزة انه اي حرف يجيك في الجملة ننطقه زي ما هو زي ما تعلمناه ما عدا هذا الحرف اللي هو التسو لو جاء صغير ما ننطقه فقط نشدد الحرف اللي بعده نشدد الحرف اللي بعده لكن باقي الحروف ما يختلف قراءتها حسب موقعها من الجملة مثلا لو جات في بداية الكلمة او في نهاية الكلمة او في وسط الكلمة ما يختلف ابدا نطقها مقارنة باللغة الانجليزية طبعا فهذه ميزة في اللغة اليابانية انه الحرف نقرأه مثل ما هو ملاحظة اخرى في بعض الحروف تجينا كأدوات زي أدوات الجر عندنا عندنا حرف كا حرف كا قلنا حرف نستخدم دائما كأداء في هذا الشكل نستخدم دائما كأداء فهذه الحروف تجينا كأدوات هناخدها ان شاء الله مستقبلا طيب في بعض الأدوات تغير نطقها هذا الحرف عندنا نطق ها لكن لما نيجينا كأداء ننطق و مثل ما لاحظت في مثالنا الأول لما قلنا وتاشنونا ماي وا أروا دس ما قلت وتاشنونا ماي ها وتاشنونا ماي وا وا فهذا الحرف هو أصلا ها لكن لما يكون أداء ننطق و وهذا الحرف نطق ها لما يكون أداء لما يجينا كأداء ننطقه أ أ ترجمة نانسي قنقه 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 ترجمة نانسي قنقه